تكون بأشأنية الأمنية أين تمكنت عناصر من الفرقة الأولى للبحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية لشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من اللقاء بشبكة جرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمواثرة العقلية تتكون من ثلاثة أشخاص تتروحوا أعمارهم بين التسع عشر سنة إلى واحد وعشرين سنة من ضمنهم مسموقين قضائيا هذا وقد حجزت ذات العناصر أكثر من سبع كيلوغرامات من الكيف المعالج و 1400 قرص مهلوس من نوع إكستازي كريمة سواج تفكيك ثلاثة جماعات إجرامية تتكون من 14 شخصا مع استرجاع ما يقارب ما يفوق عفون 2000 قرص مهلوس من بينهم 1400 قرص من نوع إكستازي و 7.2 كيلوغرام من الكيف المعالج العملية الأولى لفرقة البحث والتدخل جاءت بناء على المعلومات التي كانت بحوزتهم أين تم الإلقاع بهم وذلك بعد تمديد الإختصاص الصادر عن السيد ووكيل الجمهورية في حالة تلبس بصدد القيام بعملية البيت دائما في أشانية الأمني فككت مصالح أمن ولاية وهران جماعة أشرار مختصة في التزوير تتكون من أربعة أشخاص تتروح عمرهم بين 35 إلى 48 سنة تورطوا في جنح التزوير واستعمال المزور في محرارات مسرفية متمثلة في استدار دفاتر سكوك بريدية ومنح قبول رشوة مع سوء استغلال الوظيفة كريمة سواك ثانية تفكيك جمع إجرامية منظمة تقوم بالتزوير واستعمال المزور لدفاتر سكوك بريدية عملي توقيف هذه جاءت بناء على التحقيقات التي قامت بها على نصرتك الفرقة والتي أفضلت إلى حج دفاتر البريد سكوك مزورة والتي أودعت على مستوى أحد البنوك والتي كانت غير مزورة هذه الجماعة الإجرامية تتكون من أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة موظفين لأحد مكاتب البريد على مستوى الولايات الغربية